بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم نكمل ما أخذناه في الدروس السابقة عن خطوط الطول أبناء وبنات الطلاب درسنا لهذا اليوم بإذن الله قبل أن نبتدي أعفوا بدرسنا لهذا اليوم نريد أنا وأنتم أن نستذكر ونراجع ما أخذناه في الدرس السابق من خلال السؤال التالي أذكر خصائص خطوط الطول أبناء وبنات الطلاب تحدثنا في الدرس السابق عن خطوط الطول وكان الخطوط الطول عبارة عن خصائص وفوات نريدكم أبناء وبنات الطلاب تسترجعون وتستذكرون ما أخذناه في الدرس السابق أبناء وبنات الطلاب خصائص الطول ما هي أذكروا خصائص الطول ما هي خصائص الطول هي عبارة عن ثلاث خصائص ابناء وبناء الطلاب أخذناها في الدرس السابق نريد أن الجميع يشارك في حل هذا السؤال أحسنتم إذن الخاصية الأولى هي عبارة عن أنصاف دوائر متساوية في الطول إذن أول خاصية من خصائص خطوط الطول هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن أنصاف دوائر متساوية في الطول تلتقي عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي إذن التقاؤها في نقطتي القطبين إذن أول هذه الخصائص هي عبارة عن أنصاف دوائر متساوية في الطول تركزوا أبناء وبناء الطلاب هي متساوية في الطول الخاصية الثانية نريد أن الجميع يشارك أبناء وبناء الطلاب أحسنتم إذن خطها الرئيسي ماذا يسمى؟ ممتازين خط جرينيش ودرجته كام؟ أحسنتم درجته صفر إذن الخاصية الثانية من خصائص خطوط الطول أولا عبارة عن أنصاف دوائر متساوية في الطول الخاصية الثانية الخط الرئيسي لهذه الخطوط هو خط جرينيش يرمز له أو درجته بصفر صفر الخاصية الثالثة بناء وبناء الطلاب أحسنتم عددها كام؟ كما ذكرنا لكم في الدرس السابق 180 في الجزء الشرقي و180 في الجزء الغربي نريد أن نراجع قليلا نذكركم بما أخذناه نفترض أن هذه الكرة الأرضية وهذا خط جرينيش 180 في الجزء الشرقي و180 في الجزء الغربي إذن مجموعة كام أبناء وبناء الطلاب أحسنتم 360 خطا إذن عدد الخطوط 360 خطا 180 في الشرق و180 في الغرب إذن أبناء وبناء الطلاب هذه هي خصائص خطوط الطول أيضا هناك فوائد أبناء وبناء الطلاب أذكروا فوائد خطوط الطول هي عبارة عن فائدتين فوائد خطوط الطول الفائدة الأولى أحسنتم إذن تحديد المواقع على سطح الأرض لاحظوا على هذه النقطة أبناء وبناء الطلاب سوف تشترك فيها مع دوائر العرض سوف تشترك في هذه الفائدة مع دوائر العرض ولكن تختلف في الفائدة أحسنتم هي أنها أو من خلال خطوط الطول نستطيع أن نحسب ماذا؟ الزمن نستطيع من خلال خطوط الطول أن نحسب الزمن بارك الله فيكم إذن درسنا لهذه اليوم بإذن الله سوف نكمل ما أخذناه أخذناه في الدرس السابق كما ذكرت لكم خطوط الطول في هذا الدرس بإذن الله سوف نتحدث ونتعرف على دوائر العرض نتعرف على دوائر العرض ما هي دوائر العرض؟ أو ما هو تعريف دوائر العرض؟ لو سألتكم أبناء وبنات الطلاب عرفوا دوائر العرض إذن أبناء وبنات الطلاب تعريف دوائر العرض هي عبارة عن دوائر وهمية كما ذكرت لكم في الدرس السابق ما معنى وهمية؟ أحسنتم أي أن لها أي أن ليس لها ليست موجودة أين أحسنتم في الطبيعة؟ أي لو نذهب نبحث عن دوائر العرض في الطبيعة لم نجدها ولكن موجودة على الخرائط وعلى مجسمات الكرة الأرضية إذن هي عبارة عن دوائر وهمية عرضية ما معنى عرضية؟ أي تأتي على عرض الكرة الأرضية دوائر وهمية عرضية دوائر وهمية أي أن ليس لها أصل أو وجود في الطبيعة عرضية ترسم أين أبناء وبنات الطلاب على أنموذج من الكرة الأرضية أو من الخرائط إذن هذه الدوائر ليست موجودة على الطبيعة فقط توجد على مجسمات الكرة الأرضية وأيضا على الخرائط إذن أبناء وبنات الطلاب تعريف دوائر العرض هي عبارة عن دوائر وهمية دوائر وهمية لا بد أن نركز أبناء وبنات الطلاب أنها دوائر وهمية أي ليس لها أصل في الطبيعة أو ليس لها وجود إذن دوائر وهمية عرضية أي تأتي على عرض الكرة الأرضية أو أي مجسم ترسم عليه هذه الدوائر أي لا تأتي بالطول مقارنة بخطوط الطول ولكن هي عبارة عن دوائر وهمية ترسم على نموذج للكرة الأرضية أو للخرائط أي أن وجودها فقط على هذه النماذج أو على خرائط رسمت وترسم عليها دوائر العرض خصائص دوائر العرض وفوائدها أبناء كما تعرفنا على خصائص خطوط الطول وفوائدها أيضا لدوائر العرض خصائص ومميزات بالإضافة إلى فوائد نستفيد من وجودها على الخرائط ما هي الفوائد الخصائص عفوا نبتدئ بالخصائص أول خاصية من خصائص دوائر العرض هي أنها دوائر كاملة أي أنها كاملة ليست كما كانت عليه خطوط الطول خطوط الطول عبارة عن خطوط أو أنصاف دوائر عبارة عن أنصاف دوائر بينما دوائر العرض عبارة عن دائرة كاملة تحيط بالكرة الأرضية من جميع الجوانب بينما خطوط الطول هي عبارة عن دائرة غير مكتملة أو خط دائري غير مكتمل إذن هذه أول خاصية أو ميزة تميز بها دوائر العرض إذن عبارة عن دائرة كاملة تحيط بالكرة الأرضية هذه أول خاصية ثانية عدد الدوائر مئة وثمانين كم أبناء وبنات الطلاب عدد خطوط الطول كاملة كامل أحسنتم ثلاثمائة وستين بينما دوائر العرض مئة وثمانين دائرة مئة وثمانين دائرة كيف تقسم هذه مئة وثمانين دائرة أبناء وبنات الطلاب نفترض أن هذه الكرة الأرضية وهذا الخط الرئيسي الذي سوف نتعرف عليه بعد قليل كيف تكون تسعين في الجزء الشمالي وتسعين في الجزء الجنوبي مجموعهما كام مئة وثمانين إذن تسعين في الجزء الصلة أو في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتسعين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إذن أبناء وبنات الطلاب دوائر كاملة عددها أو مجموعها مئة وثمانين دائرة تسعين في الجزء الشمالي وتسعين في نصف الكرة الجنوبي ثالث هذه الخصائص دائرتها الكبرى تسمى ماذا؟ دائرة الاستواء أو ما يسمى بخط الاستواء الذي كما رسمت لكم قبل قليل نرسمه مرة أخرى هذا هو خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى جزء شمالي وجزء جنوبي إذن خط الاستواء هو الذي يقسم الكرة الأرضية إلى جزء شمالي وجنوبي كما ذكرنا في الخاصية الأولى أنها كاملة غير متساوية في الطول أكبر دائرة أبناء وبنات الطلاب من خلاء من الدوائر العرض هي دائرة الاستواء كلما اتجهنا إلى الشمال صغرت هذه الدوائر وأيضا كلما اتجهنا إلى الجنوب تصغر هذه الدوائر لأنها عبارة عن دوائر كاملة غير متساوية إذن أن دائرتها الكبرى تسمى دائرة الاستواء ودرجتها صفر خطوط الطول عفوا خطوط الطول أبناء وبنات الطلاب ما هي دائرتها ودرجتها صفر أحسنتم هو خط غيرنتش بينما دوائر العرض هو خط الاستواء ودرجته أيضا صفر وتقسم أو تقسم الأرض إلى قسمين متساويين شمالي وجنوبي الجزء السفلي من خط الاستواء هو الجزء الجنوبي والجزء العلوي من خط الاستواء هو الجزء الشمالي إذن أبناء وبنات الطلاب هذه مميزات وخصائص دوائر العرض لدوائر العرض فوائد كما هو الحال في خطوط الطول ما هي فوائد دوائر العرض لاحظتوا أبناء وبنات في بداية الدرس ذكرت لكم أن هناك خاصية أو عفوا فائدة تشترك فيهما خطوط الطول ودوائر العرض ما هي هذه الفائدة؟ هي على نحو التالي أنها من خلال أيضا دوائر العرض نستطيع أن نحدد المواقع كما هو الحال في خطوط الطول نستطيع أن نحدد المواقع أيضا في دوائر العرض نستطيع أن نحدد المواقع ولكن هناك ميزة وفائدة تميز دوائر العرض عن خطوط الطول ما هي؟ أن دوائر العرض من خلالها نستطيع أن نتعرف على المناطق الحرارية بمعنى أن نستطيع من خلال دوائر العرض أن نعرف مثلا مناخ المملكة أن نعرف مناخ قارة أوروبا أن نعرف مناخ قارة أمريكا من خلال دوائر العرض ولكن خطوط الطول لا نستطيع أن نحدد المناطق الحرارية من خلال خطوط الطول نستطيع أن نحدد الوقت ومن خلال دوائر العرض نستطيع أن نحدد المناطق الحرارية أحسنتم إذن أبناء وابنات الطلاب هذه خصائص ومميزات دوائر العرض وهذه فوائد دوائر العرض دوائر العرض الرئيسي لابد أن نتعرف على دوائر العرض الرئيسية أول دائرة من دوائر العرض كما ذكرنا لكم هي دائرة الاستواء ودرجتها ماذا أبناء وابنات الطلاب درجتها صفر يرمز لها بالرمز صفر كما أوضح لكم الآن هذا دائرة الاستواء صفر بعد ذلك بعد ذلك مدار السرطان إذن نتجه الآن باتجاه الشمال الجزء الشمالي بعد ذلك مدار السرطان ودرجته كم أبناء وابنات الطلاب؟ 23.5 شمال خط الاستواء هذا الشمال وهذا الجنوب أبناء وابنات الطلاب نتجه إلى الشمال إذن بعد خط الاستواء كدائرة عرض رئيسية هي 23.5 بما يطلق عليه مدار السرطان وهي أقصى موقع شمالي تتعامد عليه أشعة الشمس أبناء وابنات الطلاب لابد أن تعرفون أن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء طيلت فترات السنة بعد ذلك تختلف زاوية سقوط الشمس سواء بالاتجاه الشمالي أو بالاتجاه الجنوبي إذن أبناء وابنات الطلاب الدائرة الرئيسية باتجاه الشمال هي دائرة السرطان بعد ذلك دائرة الجدي نتجه جنوباً نتجه جنوباً هي دائرة الجدي ويرمز لها أين هو مدار الجدي أبناء وابنات الطلاب؟ ها هو أبناء وابنات الطلاب باتجاه الجنوب وهذا مدار السرطان باتجاه الشمال إذن إذا اتجهنا جنوباً بدرجة 23.5 جنوباً هو موقع مدار الجدي بعد ذلك أبناء وابنات الطلاب الدائرة القطبية ماذا؟ الشمالية ودرجتها 66.5 باتجاه الشمال وعلى عكسها في الجنوب الدائرة القطبية الجنوبية ودرجتها أيضاً 66.5 جنوباً إذن دوائر العرض الرئيسية هي على النحو التالي خط الاستواء ودرجته 0 إذا اتجهنا إلى الشمال مدار السرطان ودرجته 23 درجة باتجاه الشمال ومن ثم مدار الجدي في الجنوب ودرجته أيضاً 23.5 ولكن جنوباً بعد ذلك الدائرة القطبية الشمالية 66.5 شمالاً والدائرة القطبية الجنوبية 66.5 جنوباً إذن أبناء وابنات الطلاب إذن دوائر العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء 0 الدائرة أو مدار السرطان 23.5 شمالاً مدار الجدي 23.5 جنوباً الدائرة القطبية الشمالية 66.5 الدائرة القطبية الجنوبية 66.5 جنوباً إذن هذه دوائر العرض الرئيسية هذه هي دوائر العرض الرئيسية ننتقل أبناء وابنات الطلاب إلى نشاط رقم ثلاثة النشاط يسجل الطلبة أسماء المواقع في الجدول الموضح أمامنا وفق الإحداثيات المعطات في الخريطة إذن أبناء وابناء الطلاب نلاحظ أو نبحث عن هذه الإحداثيات ونسجل المواقع المسجلة في هذه الإحداثيات أولاً أبناء وابناء الطلاب خط طول 40-30 عرض 30 المدينة الأخرى خط طول 42 عرض 20 إذن أبناء وابناء الطلاب لو حددنا خط طول 40 تقريباً 40-30 في هذه النقطة في هذه النقطة تقريبا إلى الأعلى مع خط العرض كما بناء وبناء الطلاب ثلاثين إذن تطلع لنا مدينة ماذا؟ ما هي المدينة التي أصبحت على هذه النقطة؟ ها بناء ممتازين مدينة إسكاكا ننتقل للآخر أو للسؤال الثاني أو للطلب الثاني خط طول اثنين واربعين اثنين واربعين اثنين واربعين هذا ابناء وبنات الطلاب اثنين ووربعين وثلاثين واضح أمامكم أبنائي اثنين ووربعين وثلاثين خط عرض كم؟ عشرين ممتازين ما هي المدينة أبناء وأبناء تطلب ممتازين هي النماص إذن من خلال خطوط الطول ودوائر العرض استطعنا أن نحدد المواقع كما ذكرنا لكم أن من الفوائد لخطوط الطول ودوائر العرض تحديد المواقع تحديد المواقع بالإضافة إلى الفوائد الأخرى لخطوط الطول تحديد الوقت والفوائد الأخرى لدوائر العرض هي تحديد المناطق الحرارية إذن أبناء وأبناء الطلاب تعرفنا في هذا اليوم على دوائر العرض تعرفنا من خلال هذا الدرس أبناء وأبناء الطلاب على تعريف دوائر العرض هي عبارة عن دوائر وهمية تكون عرضية على الكرة الأرضية وترسم على نموذج للكرة الأرضية أو على خرائط ورقية أيضا تعرفنا على خصائص دوائر العرض وفوائدها أنها عبارة عن دوائر كاملة غير متساوية عددها 180 خطها الرئيسي خط الاستواء الفوائد أيضا ابناء وبناء الطلاب أنها تحديد المواقع بالإضافة إلى تحديد المناطق الحرارية وأيضا تعرفنا على دوائر العرض الرئيسية دائرة العرض مدار السرطان مدار الجدي أيضا الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية وأيضا أخذنا نشاط من خلاله تعرفنا واستطعنا تحديد المواقع من خلال خطوط الطول ودوائر العرض وبذلك أبناء وبنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم حسن استماعكم وانصاتكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح